يقول إمام الشافعي يا آل بيت رسول الله حبكم وفرد علينا في القرآن أنزله يعني ما فيش كلام حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ده موضوع مفروغ منه ده بناص للقرآن ويطهركم تطهيرة ناس يا أخي مطهرين لدرجة إن النبي عليه الصلاة والسلام بيمنع عنهم حتى أموال الصدقات يقول إن الله حرم الصدقة على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عليهم السلام ليه الصدقة طيب ممكن أنت تسأل السؤال ده لأن أنبياء ما يكلوش من الصدقة ولا آل البيت يكلوا من الصدقة ما بيكلوش من الصدقة تعبير النبي كده إنها بتاخد القذرة بتاعت الزم بيقول إنها أوساخ الناس لأن ربنا بيقول عن الصدقة خذ من أموالين صدقة تطهرهم وتزكيهم بها التطهير يعني الغسيل يعني الصدقة بتغسل الإنسان من الزم فما ينفعش نبي وياكل حاجة غسلة زنوب حد تاني ما ينفعش آل البيت يكلوا حاجة تنزل أجوافهم حاجة فيها غسيل زنوب حد تروح حد تاني طب تقولي طب زنب الفقر التانين إيه؟ يا جماعة دول مضطرين عشان كده ما ينفعش الواحد يأكل الصدقة إلا لو عنده في حالة الترار ربنا يكون فعون الناس جميعاً لكن خد بالك بس من المعنى أن أموال الصدقة تحطت قدام النبي صلى الله عليه وسلم وجاء سيدنا الحسين عليه سلام الله وضع أو في لواء سيدنا الحسن تمرة في فمه جيري النبي ساب الدرس وسب الجلسة مع الصحابة وجيري جيري عليه ورح مرحات الصباح والحسين وقال بخن بخن يعني لا ينبغي لا ينبغي أن الله حرم صدقتها على محمد وعلى آل محمد فهذا كلام يدل على خطورة هذه المرتبة العظيمة مرتبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر